بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة هذا لقاء جديد في سلسلة كلمة استوقفتني أتوقف معكم اليوم مع كلمة يعمهون هذه الكلمة ربما الكثير منا لم يسمع بها أو لا يعلم معنىها أو أين وردت أين وردت هذه الكلمة هذه الكلمة وردت أدة مرات في القرآن ومنها في قصة سيدنا لوط هؤلاء كانوا شاذين جنسياً وكانوا يريدون وكانوا يعني يحرصون على اغتصاب الرجال فعندما استقبل سيدنا لوط ضيوفه من الملائكة جاءوا لارتكاب الفاحشة معهم بالإكراه هنا القرآن يصور لنا هذا الموقف سيدنا لوط حاول وعرض عليهم أن يتزوجوا بناته ولكنهم رفضوا الطهارة ولجأوا إلى الفاحشة أو محاولة ارتكاب الفاحشة هنا القرآن يصور لنا وضع هؤلاء الذين كانوا في ضلال يترددون في الكفر يعمهون في غياه بالضلال الله تبارك وتعالى يقول لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون هنا أيها الأحبة ملمح آخر أحب أن أتوقف عنده أيضاً لعمرك هذه كلمة وردت في القرآن أي وحياتك يا محمد صلى الله عليه وسلم حتى إن المفسرين قالوا إن الله تبارك وتعالى لم يقسم بحياة أحد من البشر إلا هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لتعلموا منزلة هذا الحبيب عند الله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون عامها أي ضل وتردد في الكفر واحتار لها معاني عديدة يعني هم في ضلالهم وكفرهم حائرون يترددون وصلت الفكرة أيها الأحبة إذن كلمة يعمهون هي كلمة قرآنية وردت في عدة مواضع في القرآن بمعنى التردد في الكفر والتردد في الضلال والاستغراق في الكفر والضلال والإلحاد لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون أي أنهم في ضلالهم وكفرهم وإلحادهم حائرون مترددون يعني يصرون على ارتكاب الفاحشة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من هذه الفواحش وأن يبعدنا عما يغضبه عز وجل ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه حكيم عليم مجيب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته